انا مغربية كينف الصحراء المغربية كنت خلبش نحت ستوري ولا كنت طلبش نحت فوتو بلاسلب اللوكاتيون كن بغي ندير مثلاً مدينة العيون الصحراء المغربية تطلع لي المدينة العيون وستر الصحراء شا تلعبات هذا وانا يا اهلاً فالوكاتيون كنت لقى الصحراء الغربية حسبي كمادام خاطر كبرتي تسمعي في خطاب الصحراء مغربية وس 만 انا مع الصحراء ولو أنه ظهر أنك ما ترضيش بالاعتداء على أرض الغير وما ترضيش بالاحتلال وقتل الأرواح وهذا يأكد أنك ضحية أدلجة وتوجيه محصور في زاوية ضيقة ولهذا قررت أني نهديلك هدية اللي راح تفكلك هذا البلايندرز وتخليك تشوفي أوسع ونقوله بسم الله سلام عليكم أنا محمد دومير وهذا محمد سيدس باباه ورث له ورطة كبيرة تمثلت في احتلالهم الأرض خطيتهم ويريت لو كان هذا الاحتلال جاء بمطالب شعبية بها يتحمل شعب مسؤولية تابعاتها لكن جات بأمر علوي أمر من القصر والشعب القروح يخلص كما صادقتنا اللي دخلت بعضها وطرحت سؤال جوهري وكأنها تقول والحقيقة المطلقة اللي نقدر نثبتها إلى أبعد الحدود أن القصر العلوي عنده زوز خطابات وممارسات منفصلين ومتضدين في قضية السحرة خطاب الشعب التاعو يقولهم هذه أرضنا ونرسموها مع خريطتنا وممارسات مع العالم الخارجي يعترف فيها بالجمهورية الصحراوية ويعترف فيها بخريطة الحقيقية وهي نشوفوا الدليل مع بعض إن ملف الصحراء والنظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات والنجاعة الشراكات أيها انطلاقا من هذه الكلمة نقدر باستخدام النظارة محمد السادس نقسم حكومات وهيئات المجتمع الدولي إلى زوز نوع صداقة صادقة وصداقة زائفة على أساس أنه هذا هو المبدأ اللي تبناه وعد به شعب وبعد نشوفوا هل الملك هذا مسؤول على كلامه متبنيه صح ولا فقط للاستهلاك الداخلي لأمثال صادقتنا هذه بهتجدد البيعة وهي منتشية بخطاب سيدان ونبدو من واحد منظمة دولية اللي يترأسها اليوم المغرب اسمها برنامج الأغذية العالمي دورها هو إحصاء الجوع والجائعين وإصال الطعام لهم وهي الخريطة اللي يعرضها الموقع الرسمي لبرنامج الأغذية العالمي والسؤال المطروح هذه المنظمة مصنفة حسب نظارة الملك ضمن زيف الصداقات ماهيش صدق الصداقة لأنها في موضوع الصحراء بالضبط لا تؤمن بتبعية الصحراء الغربية للمغرب وبالرغم من هذا الوضوح في رأي هذه المنظمة تلقى الملك تخلى على نظارته معاها ولم يقاطعها وكيجا دور المروك لترأسها مرفضش الخريطة ومشى معاها ويهدر باسمها وهي متبنية فكرة المملكة المغربية تحدها جنوبا الجمهورية العربية السحراوية وهذا يدل أنه في القصر والمخزن عارفين العالم الخارجي كيف يشوف الأمور صح الشعب مايقولولوش هاد الشي وما لازمش يشوفو أصلا خليهم معا فتيحة ومطيش أو غيرها والمبعوث المغربي اللي رأو يترأس هذا المنظمة حاليا رأو بذلك يترأس منظمة دولية تعترف باستقلال السحراء الغربية وتعترف بالجمهورية السحراوية كدولة إفريقية موقعة على اتفاقية إدارة المخاطر في إفريقيا والرأي النظارة مع هذه المنظمة مكانش بل يغمض عينيها أصلا شفتي كيفانو السحراء الغربية في نظر العالم ماهيش وهم وماهيش فكرة انفصالية بل هي دولة عندها حضورها التام حتى في المنظمات اللي تترأسوها انتم وفي الحكومة المغربية يعرفوا هذا الشيء وما يقولوا لكمش نشوفوا غيرها هذا الموقع الرسمي لمفوذية شؤون لاجئين أقريلي هذه وش هي بعد إذنك سحراء الغربية سحراء الغربية زيدي أقريلي هذه من الموقع الرسمي للأمم المتحدة سحراء الغربية اكزاكتومو وهذه وش هي اللي نشرتها منظمة الأمن والتعاون سحراء الغربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا كدرت خريطة على الموقع الرسمي التاحها وش كتبت هنا سحراء الغربية اي نعم سحراء الغربية ركيتشوفي بعينيك زيدي معنا هذا الموقع الرسمي للإتحاد الافريقي وسترين سحارة ما فهمتش ايوة وسترين سحارة والكونغرس الأمريكي وش يقول وسترين سحارة يس انديد يعني الخط هذا رأى حد دولي معترف بها رسميا والوهم اللي يباعه لكم سنوات وسنوات رأى استهلاك محلي ما عندوش حتى سند شرعي ولا رسمي على الصعيد الدولي وهاني نزيدك خرائط رسمية من المواقع الرسمية للمنظمات الدولية وهذه منظمة العمل الدولية وهي خريطة المملكة المغربية تحتها الجمهورية الصحراوية هذه منظمة الأغذية والزراعة هذه منظمة الصحة العالمية وهذا البنك الدولي وهذا ليسيلكم أكثر من 2 مليار دولار تلك ونجات النظارة هذه كمبدأ وموقف صحيح ليرسم الخريطة عكس ما يروج ليه في المغرب الله يرضو بالاستدانة من عنده نزيد نكملوا محكمة الجنايات الدولية كيف ترى خريطة المغرب؟ كيف نهار سيدكم دار معها موقف؟ زعم عليها ما يتصدمش تزيري ولا تونسي ولا الموريطاني بأمثال هذا الخريط يتصدم بها غير المغربي سببه أنه الخريطة تاع بلداننا اللي نقروها ونعتمدوها مبنية على الحقيقة الدولية ومبنية على السيادة المعترف بها ومبنية على الشفافية مايش مبنية على واحد الوهم داخلي لترسيخ احتلال يعني ودرك في الأخير نزيدوا نشوفوا واحد المثال رائع جدا في هذا الجزئية نكملوا هذا المجلس الأوروبي هاو كيفاه تشوف خريطة المروق؟ جامعة الدول العربية هاي كيفاه تشوف خريطة المروق؟ وهاو الموقع التاعهم تقدروا تحقوا بأنفسكم إذا أي واحد عنده شك يعني ولا نشوفوا كاشم كاري يخترق لهم الموقع ويحط في بلاصتها تصورة اللي تعجبكم نزيدوا هذه المنظمة الدولية للسياحة أيضا اللي يشوف بالنظارة عن محمد السادس هذه تستحق المقاطعة ولو أن السياحة بها تنسحبوا منها صعيبة شوي بل اكتقدروا تنسحبوا من المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالله عليكم وقعدوا شوي مع روحك ويقول إلى أي درجة رانا مغيبين على العالم خارجي وإذا تحبوا المزيد هاوليكم دير كابتور على أي صورة تعجبك واطرح كل الأسئلة الممكنة وحوس على الجواب لقناك حتى نوصلوا لوكالة الفضاء الأمريكية نازا لرصدت أقمرها الصناعية عاصفة رملية ونشرتها وكتبت عليها عاصفة رملية قبالة الصحراء الغربي مش تردوا على هذه المنظمات واش تقولوا لهم دعونا نعيشوا وجعنا بأنفسنا دعونا نعيشوا وجعنا بمساعدتك وابينا يا أخويا قولنا شكون هما إخوانك ونجيب الكراهم في الموضوع سميلي شكون هما إخوانك ولا مناصريك في هذه القضية الصحراوي دولتك ينصه يوني هايت تمس خربيكم وهايت اعترف بالصحراء الغربية وتبيعيكم في الريح فرانسا هاو موقعها الرسمي في سبتمبر دوميل فنتكار وهاي ما اعترفها بالصحراء الغربية في خريطتها للعالم السياسي نقول لمحمد السادس يشوفها بالنظارة اللي حكي عليه امريكان هاو ليك الموقع الرسمي لسي اي اي الامريكية هاي خريطة بلادك تحدها جنوبا الصحراء الغربية اسبانيا هاي خريطة المغرب في نظر الاسبان نزيدوا المحيط الاقليمي في نظر الحكومة المالية واش نزيدك بقية الدول العربية زعمهما اللي راح ينصروكم هاي خريطة المغرب في نظر الحكومة الليبية وفي نظر الحكومة المصرية والاماراتية اللي طبعتوا معاها للكيان على اساس مصلحة مشتركة وهاي صورة اماراتية ثانية من موقع رسمي حكومي وهاي خريطة بلادك في الكتاب المدرسي العماني كما نشرته وزارة التربية العمانية وهذه خريطة العالم في نظر القطريين ونفس الشي في البحرين الصومال قال لك أنا خاطين الأردن قال لك ما نشهدش هد زور جنوب أفريقيا قال لك خاطيني البوليتيك الأمبريالي سينيقال قال لك شوف غيري أثيوبيا اللي تحالفتوا معها ضد مصر مؤخرا قال لك نتحالفوا بصح الشعب الصحراوي ما هوش مروكي واش نزيدوا؟ بوركينافاسو بوتسوانا ولا نخرجوا من أفريقيا هاي الروحوا للآسية طرح الروحوا للصين الصين قال لك مش من هنا اليابان الهند كتبها بالبند العريض نرجعوا لأوروبا هاي خريطتكم في الموقع الرسمي للحكومة البريطانية وألمانيا كيف كيف وتركيا نفس الشي وإيطاليا قالت أنا مع المجتمع الدولي وسويسرا الرسمية أيضا تعتبركم محتلين للصحرة وهذه السعودية خليتها اللخرة طابعة الخريطة بحدها مع السحرة الغربية في عملتها واللي هي العملة نفسها اللي تحكمها على السعوديين لما يجوكم للسياحة بل الطامة الكبرى أنه حتى في المؤسسات الرسمية والدستورية في المروك اضطروا أنهم يستخدموا أقلام التلوين با يتحصلوا على الخريطة اللي ترضيه هذا ملف لقيته في وزارة سكن والتهية العمرانية للمملكة المغربية في الصفحة الثانية ليه تلقى خريط المروك بأقلام التلوين حرفية حتى وسطها النسحارة ما زال نص هيبان لكن اللي در تقرير يهموا برك أنه ما يشوفش اسم الصحراء الغربية وما يشوفش الخط الفاصل ولو بالكذب على النفس وأقلام التلوين وهذا اللي يفسر حالة صدمة على الضعم اللي بدينا بيها سمحوني في الأخير كان طولت عليكم ونتمنى يكون في هذا البحث إضافة لمعلوماتكم الثقافية هذه الجاردة الرسمية للمملكة المغربية وهذا العدد 6539 مكرر إذا لقيت ظاهر شريف يحمل توقية محمد سيد شخصية راح تقول وش قال الملك هذاك هو ما لا أقرأ معايا يعلم من ظاهرنا الشريف هذا أننا بناء على ثلاث حويج الأولى القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي والثانية القانون رقم 1701 الموافق على تأسيس الاتحاد الأفريقي والثالث محظر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية للاتحاد الأفريقي بناء على هذا في ثلاثة يأمر محمد سيدس بنشر القانون التأسيسي لاتحاد الأفريقي اعترافا به واللي نقرأ فيه ما يلي نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية اللي هما رئيس الجزائر ورئيس أنغولا والبنين وروح معها حتى تقرأ كل رؤساء الدول الأفريقية صح هذه أنا ما عرفتش نقرأها ممكن تقرأ معايا رئيس الجمهورية العربية السحراوية الديمقراطية يا خير كيرب يهو محمد سيدس يعترف الجريدة الرسمية برئيس الجمهورية العربية